هو يوم يحتفل فيه الايرانيون بانتهاء سنتهم 1396 التي جعلوا منها شعارا جديدا لانتفاضة الشعب الايراني حيث دعت المقاومة الايرانية ابناء الشعب في الداخل بالخروج الى الشوارع والمدن تنديدا بسياسات نظام الملالي ومطالبة باسقاط ولاية الفقية وذلك بسبب معانتهم المستمرة طوال تسع وثلاثين عاما من القمع والاضطهاد والظلم وزيادة نساب الفقر والبطالة ومع هذه الدعوة ونزول الايرانيين الى الشوارع قامت قوات الامن بارسال تحذيرات على لسان قائد قوات الشرطة بان عناصره ستتعامل بكل حزم وقوة مع اي متظاهر كما قامت باغلاق الساحات الرئيسية الوقعة على شارع والعصر وسط العاصمة طهران فيما قام عناصر الامن باجبال اصحاب المحال تجارية بالاغلاق والمغادرة في سوق طهران وفي سنندج وثق ايراني وصول تعزيزات امنية لشوارع المدينة بعد دعوات النشطين لتنظيم المظاهرات في المدينة وفي شمال طهران فما احد الايرانيين في تصوير مقطع وهو يقوم باحراق احدى مقرات قوات الباسيج شمال العاصمة طهران مظاهرات وانتفاضات مستمرة في ايران شعارتها اسقاط ولاية الفقية التي اكدوا بانها حرمتهم من كل شيء ولا يرون حريتهم وتحسين وضعهم المعيشي الا بنهايتها